اشتركوا في القناة من الاتحاد الأوروبي ولديها نظام جامعي وفقا لمخطط لام ميم دال أي لسانس ماستر دكتورا وبالتالي فإن جميع الدبلومات والدوارات الدراسية معترف بها في جميع أنحاء أوروبا وكل عام يسمح للعديد من الطلاب بالحصول على تكوين باللغة البولندية أو الإنجليزية في بولندا تقدم الجامعات البولندية أعلى المعايير التعليمية توفي بجميع معايير الجودة وأصبحت عالمية بشكل متزايد إنهم يتقدمون ويتطورون باستمرار كونهم القوة الدافعة وراء نجاح بولندا أساتذاء متميزون وموظفون مركزين على الطلاب لحسن خدمتهم والمرافقة والمرافق الحديثة ومجموعة متنوعة من الدوارات التي تدرس باللغة الأجنبية تجعل الجامعات البولندية جذابة للغاية للطلاب الأجانب كل هذا سوف يخدمك لدعم تطورك الشخصي وحياتك المهنية يوجد في نظام التعليم العالي البولوندي نوعان من المؤسسات مدارس للتعليم العالي المهني وجامعات إلى جانب الجامعات التقليدية هناك ما يسمى بالجامعات التقنية إنها تعادل جامعات بولي تكنيك وهو الإسم الذي تطلقه العديد من البلدان على معاهد التكنولوجيا لدى بولوندا الكثير لتقديمه ولديها العديد من المزايا بدءا بتكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة بالاتحاد الأوروبي وبالنسبة للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي فإن القدوم للدراسة في بولوندا يمكن أن يكون بداية مغامرة رائعة مقترنة باكتشاف أوروبا يمثل الاتحاد الأوروبي ثقافة متنوعة ومثيرة للاهتمام ولكنه يوفر أيضا فرصا كبيرة من خلال أنظمة اقتصادية مبتكرة وظروف مواتية للدراسة الدراسة في بولوندا هي مجرد بداية أولئك الذين يرغبون في بدء مشاريعهم الخاصة أو العثور على وظيفة رائعة في شركة دولية سيستفيدون من إقامة أطول من جهة أخرى تفضل الشركات الأجنبية العاملة في بولوندا الخريجين من الجامعات البولندية بفضل التعليم عالي الجودة والشهادة الجامعية المعترفة بها دوليا ستحظى حياتك المهانية ببداية واعدة لا تجربها في أي منطقة أخرى تقريبا من العالم فيما يلي خطوات متطلبات القبول للدراسة في بولوندا والتي نشرحها في نقطتين رئيسيتين أولا كيف تبدو الدراسات في بولوندا بنسبة للأجانب وكم تدوم بولوندا تشارك بنشاد في عملية بولونيا بفضل إدخال التعليم العالي في ثلاث مراحل الليسانس الدولة الأولى الماجستر الدولة الثانية والدكتورة الدولة الثالثة ونظام تحويل الأرصداء الأوروبي HTS European Credit Transfer System يمكن للطلاب البولونديين وكذلك الأجانب الذين يدرسون في بولوندا التنقل والاستمرار بسهولة في دراستهم في بلد آخر من دول الاتحاد الأوروبي مدة الدراسة الجامعية في الدولة الأولى ثلاث سنوات باستثناء التخصصات التقنية التي تدرس في جامعات البولي تكنيك وتنتهي بالحصول على لقب مهندس ما يعادل الليسانس تستمر سبع فصول دراسية أو ثلاث سنوات ونصف تستمر دراسات الماجستير بشكل عام عامين يتم تدريس بعض مجالات الدراسة في شكل دراسات موحدة بالماجستير تستمر لمدة خمس أو ست سنوات دون تقسيمها إلى درجة الليسانس أو الماجستير ينطبق هذا على العديد من مجالات الدراسة على سبيل المثال القانون والطب والصيدلة وعلم النفس والطب البيطاري والطب الأسنان تدوم الدورة الثالثة أي دراسات الدكتورة لعدة سنوات وتتكون من المزيد من الدراسات المتعمقة في تخصيص محدود هناك أيضا دراسات عليا والتي يمكن تسجيلها من قبل أي شخص يحمل درجة أولى أو ثانية ينقسم العام الدراسي إلى قسمين فصل الخريف أكتوبر منتصف فبراير وفصل الرابع منتصف فبراير يونيو كل واحد منهما ينتهي بفترة امتحانية يتم توفير التعليم في شكل محاضرات ودورات وندوات ودورات في المختبر ونقاش يتم تقديم دراسات بدوام جزئي في المساء أو في نهاية الأسبوع الإجتياز فصل دراسي يجب أن يحصل الطالب على درجات النجاح في جميع الاختبارات يتضمن مقياس التصنيف الأكثر وشيوعا التصنيفات التالية جيد جدا خمسة جيد زائد ربعة ونسف جيد ربعة مرضن أكثر ثلاثة ونسف مرضن ثلاثة فشل اثنين بموجب نظام تحويل الرسيد الأوروبي يتم منح عدد معين من الأرصدة لموضوع معين بغض النظر عن العلامات التي تم الحصول عليها في الامتحانات نظام تحويل الرسيد الأوروبي هو نظام نقاط طوره الاتحاد الأوروبي في إطار العمل في نظام بولونيا الهدف هو تسهيل قراءة ومقارنة البرامج الدراسية داخل بلد ما وفي دول أوروبية مختلفة يسمح هذا النظام بإسناد النقاط إلى جميع مكونات برنامج الدراسة من خلال دمج العناصر المختلفة لما صار الطالب ولسي ما عمله الشخصي وبالتالي فهو يوفر قراءة أوروبية أفضل لبرامج الدراسة الوطنية وبالتالي فهو يشكل آدات مكملة لملحق الدبلوم مما يسهل التنقل من بلد إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى والاعتراف الدولي بالدراسات المكتملة والمؤهلات المكتسبة القاعدة الأساسية لنظام النقاط هي كالتالي يتم تمثيل سنة دراسية واحدة بستين رسيد فإن الرسيد الواحد يتوافق مع حجم عمل الطالب بحوالي 25 إلى 30 ساعة تملح الأرسدة إلا للطلاب الذين يستهزون الإختباراتهم فقط للتحقق من صحة العام يجب على الطالب جمع ستين نقطة أي ثلاثين نقطة لكل فصل دراسي تعتمد الأرسدة الأوروبية على عبء العمل المطلوب من قبل الطالب لتحقيق النتائج يتم تخصيص الأرسدة لكل درس مقرر ناتج عن البرامج الدراسية التي قام بها الطالب من أجل الحصول على ديبلوم دراسات من الدرجة الأولى يجب على الطالب أن يحصر على الأقل على 180 نقطة دراسية حسب نظام الأرسدة وديبلوم دراسات من الدرجة الثانية على الأقل على 90 نقطة دراسية وبديبلوم دراسات دورة طويلة على الأقل على 300 نقطة دراسية لمدة 5 سنوات و360 نقطة دراسية لمدة 6 سنوات الدورات المصادق عليها في مدرسة أخرى غير المدرسة الأصلية بما في ذلك في الخارج والتي تم منحها نقاط تحويل الرسيد الأوروبي يتم التحقق من صحتها وتصنيفها على أنها إنجازات معبر عنها في اعتمادات تحويل هذا الرسيد في المدرسة المضيفة تسمح اعتمادات تحويل الرسيد الأوروبي بالاعتراف بالفصول الدراسية المصدق عليها من قبل الطالب من قبل الطلاب الأجانب في المدارس البولندية النقطة الثانية ما هي شروط القبول للدراسات للأجانب في بولندا يجب على الشخص الذي يتقدم للقبول في الدراسات أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا وأن يستوفي شروط وإجراءات التجنيد التي وضعتها المدرسة العليا المعينة أساس طلب القبول في برامج الدراسة من الدرجة الأولى والدورة الطاويلة هو نتائج امتحان البكالوريا عند التقدم للقبول في برامج الدراسة من الدرجة الثانية من الضروري أن تكون حاصلا على درجة الماجستر أو الليسونس أو ما يعادلهما بالإضافة إلى ذلك تتطلب جميع الجامعات في بولندا إلى أبوستيل وهو طابع يعطي وضعا قانونيا لأي وثيقة رسمية يجب أيضا ترجمة الوثائق إلى البولندية من قبل مترجم محلف تعتمد مطلبات التسجيل على قرار جامعي محدد ويجب التحقق منها على موقع الويب الخاص بالجامعة التي تختارها عادة ما يكون من الضروري إكمال نموذج الطلب وإرفاق نسخة من نتائج المدرسة الثانوية أو الكلية أو الجامعة بالإضافة إلى إثبات إتقان اللغة الإنجليزية عادة النتائج إختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية تو أفل ونظام إختبار اللغة الإنجليزية الدولي ELTS إختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية تو أفل يعني Test of English as a Foreign Language هو إختبار لغير الناتقين بها مدفوع الأجر يهدف إلى تقييم القدرة على استخدام وفهم اللغة الإنجليزية في سياق أكاديمي يتم استخدام هذا الاختبار بشكل خاص من قبل الجامعات الأمريكية أو الكندية أو الناتقة باللغة الإنجليزية لقابول الطلاب الأجانب من الممكن التحضير لهذا الاختبار في العديد من مدارس اللغات بالخارج كجزء من رحلة لدراسة هذه اللغة ثانياً نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي ELTS يعني International English Language Testing System هو اختبار دولي للغة الإنجليزية إنه بديل عن اختبار اللغة الإنجليزية كلغات أجنبية يتم قبوله من قبل غالبية الجامعات والمؤسسة التعليمية والمهنية التي تقدم مؤهلات دولية باللغة الإنجليزية ما الفرق بين امتحانات اللغة الإنجليزية TOEFL و ELTS المعترف بهما عندما نقرر إجراء اختبار اللغة الإنجليزية غالباً ما نواجه معضلة في الاختيار كيف تختلف هذه الاختبارات وكم تكلفتها وكيف يمكنك الاستعداد لها كلا الاختبارين اختبران مفردات متخصصة من مواد مختلفة اختبران أيضاً القدرة على الجدال واستخلاص النتائج بشكل منطقي وقراءة النصوص العلمية وفهمها ووصف الرسومات وفهم المفردات المفيدة في الممارسة كلا الشهادتين تختبر معرفتك باللغة الإنجليزية في مرحلة ما وتكون صالحة لمدة عامين وتحقق من مستوى المرشح في اللغة الإنجليزية أي أنه من المستحيل أن تفشل في الامتحان نتلقى دائماً شهادة لمستوى اللغة الإنجليزية المحددة بشكل صحيح يعتبر اختبار توأفل أكثر شيوعاً في الولايات المتحدة أما اختبار ELTS أكثر شهرة في المملكة المتحدة كيف يتم إجراء اختبار توأفل؟ إنه امتحان على آل الكمبيوتر يتم إجراء الاختبار بأكمله على مدار يوم واحد مع استراحة ويستمر إجمالياً 240 دقيقة يمكن الحصول على 120 نقطة كحد أقصى في الامتحان الجزء الأول يتضمن قسم القراءة وقسم الاستماع لدينا 60 إلى 80 دقيقة لقسم القراءة و36 إلى 56 سؤالاً يمكننا الحصول على 30 نقطة كحد أقصى لكل قسم هناك 34 إلى 51 سؤالاً و60 إلى 90 دقيقة في قسم الاستماع أيضاً في هذا القسم لدينا إمكانية الحصول على 30 نقطة ثم هناك استراحة لمدة 10 دقائق أتنقل بعدها إلى الجزء الثاني من الامتحان الجزء الشفاهي والجزء الكتابي سيكون هناك 20 دقيقة و6 اختبارات و30 نقطة للتحدث في القسم الأخير الكتابي لدينا 50 دقيقة واختباران هنا أيضاً يمكننا الحصول على 30 نقطة كحد أقصى كما ذكرنا سابقاً لا يمكنك الرسوب في اختبار تو أفل وكذلك اختبار إيل تأس تتلقى عدد المعين من النقاط وهو ما يعكس مهارتك اللغوية بهذه الطريقة محصل على تقييم موضوعي للمعرفة اللغوية من حيث جميع المهارات تنعكس درجات 120 نقطة تو أفل في فئات با واحد وبا ثنين وسين واحد على النحو التالي إجمالي عدد النقاط من 42 إلى 71 يعني معرفة اللغة الإنجليزية في الفئة با واحد وعدد النقاط من 72 إلى 94 تعني الفئة با ثنين و95 إلى 120 تعني الفئة سين واحد ستحتاج إلى درجة تقابل الحد الأدنى لمستوى با ثنين لتتمكن من بدء برنامج جامعتك أو جامعتك تتوفر نتائج اختبار تو أفل بسرعة كبيرة لأنه في غضون عشر أيام من الاختبار وأربعة عشر يوما بعد انتظار التقرير الإلكتروني يتم إرسال الشهادة في شكل مستند والنتائج الخاصة للمدارس في غضون 14 يوم كيف يتم إجراء اختبار E-LTS؟ يختبر نظام E-LTS القدرة على التحدث والقراءة والاستماع والكتابة باللغة الإنجليزية لكل من المهارات الأربعة المذكورة أعلى يتم التعبير عن النتيجة بقيمة تتراوح بين واحد أي غير مستخدم للغة الإنجليزية وتسعة مستخدم خبير يمكن للمرشحين اختيار وحدة الجامعة أو وحدة التكوين العام وحدة الجامعة مخصصة لمن يرغبون في الانتحاق بجامعة أو مؤسسة تعليم عالي وحدة التكوين العام مخصصة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على تكوين مهان آخر أو للهجرة إلى دولة ناطقة باللغة الإنجليزية ينقسم الامتحان إلى قسمين مستقلين الجزء الأول يتعلق باختبار الكمبيوتر ويتكون من ثلاث الأقسام القراءة والاستماع والكتابة يتم إجراء الاختبار بشكل مستمر ويستمر 160 دقيقة قراءة 60 دقيقة استماع 40 دقيقة كتابة 60 دقيقة لكل قسم يمكنك الحصول من واحد إلى تسعة نقاط يتعلق الجزء الثاني بالتحدث ويتم إجراءه خلال الأسبوع الذي يسبق اختبار الكمبيوتر أو بعده هذا القسم مدته 14 دقيقة يقوده الممتحن يمكنك أيضا الحصول على واحد إلى تسعة نقاط في هذا القسم من جميع الأقسام نحصل على 36 نقطة في المتوسط ثم نقدم النتيجة الإجمالية على مقياس من واحد إلى تسعة نقاط هذه العلامة تكون العلامة النهائية للامتحان إي ألتأس يمتحل اختبار إي ألتأس المهارات في الفئات با واحد إلى سين اثنين يمكن أن تنعكس الدرجات في الفئات با واحد وبا ثنين وسين واحد وسين اثنين على النحو التالي إجمالي عدد النقاط من رب أربعة إلى أربعة ونصف يعني معرفة اللغة الإنجليزية في الفئة با واحد وعدد النقاط من خمسة إلى ستة يعني الفئة با ثنين عدد النقاط من ستة ونصف إلى سبعة ونصف يعني الفئة سين واحد وثمانية إلى تسعة يعني الفئة سين اثنين ستحتاج إلى درجة تقابل الحد الأدنى لمستوى با ثنين لتتمكن من بدء برنامج جامعتك تتلقى نتائج ELTS عبر الإنترنت بعد 13 يوما من الاختبار يتوفر أيضا في هذا الوقت نموذج تقرير اختبار إلكتروني ووراقي يتم إرساله بالباريد التقليدي إلى خمس مدارس التي أشار إليها المرشح كم تكلف الامتحان أو كم تكلفة الامتحان يبلغ سعر الاختبار توقاف الوائي ELTS لكل منهما مئتين وخمسة دولاراً أي حوالي مئة وسبعين يورو يتم الدفع مقابل الاختبار أثناء التسجيل عبر الإنترنت من خلال أنظمة الدفع الشائعة بقاء بطاقة فيزا بنكية أو التحويل عبر الإنترنت مات وأين تقدم الامتحان؟ يمكنك التقدم الامتحان توقاف في بولندا في مراكز الاختبارات تقع في 11 مدينة وارسو، كراكوف، فروتسواب، غدانسك، لوتس، فوزنان، بياويستوك، بيتغوشت، زابجي، لوبلين، جيشوف تتوفر قائمة كاملة بمواقع الاختبار على موقع خدمات الاختبار التربوية ETS Global يمكنك إجراء امتحان ETS في مراكز الاختبار الموجودة في 8 مدن في بولندا وارسو، كراكوف، كاتوفيشي، فروتسواب، غدانسك، بوزنان، شتيتين، ولوبلين قائمة كاملة بأماكن ومواعيد متاحة على موقع المجلس الثقافي البريطاني British Council كيف تستعد للاختبار توقاف و ETS؟ هناك العديد من الموارد للتحضير لهذه الاختبارات ويمكن أيضا الاطلاع على المستندات المجانية والمثبتة المتوفرة على المواقع المذكورة أعلى من الممكن أيضا التحضير للانتحانات عن طريق شراء الكتب المدرسية أو كتيبات العمل التي نشرها معظم محرر اللغات أو باتباع دورات محددة في مدارس اللغات لديك أيضا إمكانية التسجيل في مدارس اللغات بالخارج والتي تقدم تدريباً واختبارات كجزء من رحلة دراسية للغة الإنجليزية يمكن العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية حول إرسال المستندات إلى إحدى الجامعات البولندية مباشرة على مواقع اليوب أو الواب الخاصة بالجامعات التي تهمك قم بزيارة الموقع التالي Study in Poland للاكتشاف إمكانيات اختيار الجامعات لمساعدتك في اتخاذ القرار وللحصول على معلومات حول برامج ودورات محددة قريباً إن شاء الله لا تفوت الاستماع للفيديو القادم بعنوان لماذا الدراسة في بولوندا مما يوضح أسباب اختيار الطلاب الأجانب للدراسة في هذا البلد كل هذه الأسباب التي نقدمها بمزيد من تفاصيل هي كما يعني حدثت وثقافة بولوندا التقاريج الأكاديمية القديمة الجودة العالية لنظام التعليم العالي التكلفة المنخفضة للدراسة والمعيشة المستوى العالي من السلامة الشخصية في بولوندا أذكر جميع مستمعين أنه يمكنكم متابعة هذا الفيديو باللغة الفرنسية على موقع مدينة نيوز إذا كنتم ترون أنه مفيد نتوجه بالشكر لكل من يساهم بالمشاركة والتعليقات والإعجاب دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته